السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن الأمراض التي تظهر في فصل الخريف المناعة تختلف من فصل لآخر المناعة تكون قوية في فصل الرابع ولا تكون أمراض كثيرة إلا للذين لديهم حساسية لبعض الأزهار مثل حبوب اللقاح أما فصل الخريفة المناعة تكون منخفضة وتكون هناك أمراض خاصة للأشخاص المسنين الذين يأخذون هذه الحقنة حقنة الأنفروانزا أن ينتبهوا فمن الأحسن أن يغيروا نمط العيش وأن يستهلكوا ما يتبخون في منازلهم وأن لا يتناولوا أي شيء مصنع من زيوت صناعية وزيوت المائدة وسكريات ومشروبات غازية ونقانق وأجبان وبسكويتات وشوكولاتة وجميع المواد المصبرة المعلبة المصنعة وأن يتوقفوا عن استهلاك اللحم إذا أرادوا أن يتناولوا لحم فلحم الحيوانات غانم أو بقر ألا يتناولوا الدواجين ثم أن يكتفوا كما قلنا بطبخ المنزل أن يكون بزيت الزيتون وأن يكون فيه بذلات وأن يكون فيه توابل كركم وقرفة وخلنجال وزنجبيل وقبار القبار جيد للأنفروانزا والحساسية أن يكون قبار على شكل مسحوق أن يجفف القبار ويطحن ويستعمل في الأكل مكان الفلفل الأسود ومكان الفلفل الأبيض القبار ما ذاقه حار هو لا يضر هو صالح لجميع الالتهابات والألم في الجسم جيد ثم الأعشاب التي تشرب على شكل شاي أن يكون هناك تنويع كل يوم أن يشرب الناس نوع يوم نعناع فلفلي ويوم شاي أخضر ويوم زعفران فلا بد أن تشرب هذه الأعشاب يوميا أو مرتين في يوم إن أمكن ثم البدرات جيدة للحساسية والربو وللذين لديهم مشكل الأنفروانزا ويلازم الفراش أن يتناولوا الحب السوداء السانوج وحبوب الكتان والسمسم وحبوب الكزبارة والكراوية واليانسون والشمرة هذه البدرات جيدة للأنفروانزا أن تكون في الأكل أن تكون في حساء فول وحساء شعير وحريرة وشربة خضر وعصير خضر وأن تعجن الخبز بالحبة السوداء ويانسون وشمرة وحبوب الكزبارة تضاف هذه البدرات كذلك لوجبة هربل وبركوكش وأي وجبة تهيئ يضاف لها هذه البدرات والتوابل فهي تنفع كثيرا أن يكون خبز بخاميرة بلدية حامضة كذلك أن يستهلك الناس البقولية جيدة والطبخ بزيت الزيتون وأن تكون خضر خريفية وهي الخضر بطاطا الحلوة والقلقاس البطاطا القصبية والسفرجل والبصل والقرعية الحمراء فقط فليس هناك لفت ولا جزر ولا رطبقة ولا طماطم الطماطم فصلها فصل الرابع والبادنجان ممنوع في هذا الفصل كذلك البطاطس والفلفل الأخضر هذه الخضر البادنجانية لأنها تسبب حساسية فيها مادة سولانين تكون مرتفعة في فصل الخريف هناك أبحاث أجريات تؤكد أن التركيب الكيماوي للخضر خارج موسمها يتغير أصحاب الأنفلوانزا والربو والحساسية أن يبتعدوا عن البادنجانيات وهي البطاطس والطماطم والبادنجان والفلفل وأن يستهلك البصل والثوم فهو جيد للأنفلوانزا والحساسية كذلك الكرات الكرات يكون في فصل الصيف ويمتد إلى فصل الخريف من الفواكه التي تنفع الذين لديهم مشكلة ربو والحساسية فواكه منها البلوت والرمان والبرتقال والبابايا لكن البابايا مغيرة وراثيا وهي فاكهة خريفية يبقى الرمان فهو كافي إذا استهلك الناس الرمان فهو كافي في هذا الفصل وسيظهر البرتقال وأن يستهلكوا يستهلك الرمان مع سفرجل يضحن السفرجل مع ماء ورمان بشحمه أن يضاف الرمان بشحمه ويضحن مع ماء معديني جيد كذلك أن يستهلك أصحاب هذه الأمرات السمن الحار البلدي وهو الذي يستهلك يوميا في فصل الخريف لكي يتفادى الناس هذه الحقنة ولكي يتفادى الناس كورتيكويدات السمن الحار يفتر به الناس أو في المساء يستهلك أو يضاف إلى شربة خضر يضاف إلى الحريرة أو يؤكل بخبز أو يؤكل السمن الحار عوض الأجبان أن يؤكل السمن الحار عوض الأجبان لأن الأجبان تهلك أصحاب الحساسية كذلك زيت زيتون جيد أن يستهلك الناس زيت زيتون وزيت أرغان جيد حتى الأطفال يفتروا بالسمن الحار وأصحاب السكري كذلك هو ليس فيه سكر السمن الحار ليس فيه سكر كذلك أصحاب قلب الشرايين يتناولوا هذه الأشياء فقط أن لا يكون السمن فيه ملح بكثرة السمن الحار ليس فيه كوليستيرول كذلك أن يطبخ الناس بشحم ذروة الجمل فهي جيدة للربو الحساسية أن تطبخ النساء بشحم ذروة الجمل وأن لا تخلط مع الزيت تطبخ بها لوحدها أو تدهن بها الخبز وهي ممكن أن تضاف لجميع المأكولات تضاف في الشربة والحريرة وفي الطبيق ومع الكوسكوس ومع هربل وبركوكش وهي جيدة حتى لأصحاب القلون من لديه إمساك ومشاكل على مستوى القلون فهي تقوم بتشحيم القلون ولا يكون إمساك فعلى المصابين بالحساسية والإنفلوانزا والربو أن يقطعوا المشروبات الغازية خاصة على الأطفال المرضى بالحساسية والربو كذلك أن يقطعوا عنهم الحلويات وجميع المواد الصناعية لأن فيها ملوينات فممنوع الحليب ومشتقاته والأجبان كذلك هناك من لديه حساسية للبيض لصفر البيض وللفرولة ولكيوي وللغبار وللروائح وللقراضيات وللشعر وللريش فأن ينتبه الناس لهذه الأشياء فممنوع البسكاويتات والشوكولاتة والكعكات والمشروبات الغازية وحلوية الأطفال والأيس كريم والأجبان ومشتقات الحليب وممنوع دجاج المزارع وبيض المزارع وممنوع منعا كليا هذه الأشياء فمع هذه الأشياء ستتحسن إذا امتناعا عن الناس هذه الأشياء وتناولوا هذه الأشياء التي ذكرنا فستتحسن صحاتهم إن شاء الله فهناك من أخذ هذه الحقنة حقنة الأنفلوانزا الموسمية هناك من أخذها عشرين سنة وهذا كثير على صحة الناس فهم يعانوا الآن من هشاشة العظام ومن مشكلة المفاصيل أن ينتبه الناس أن يعمل الناس هذه الأشياء فهي جيدة أن ينتبه الناس لأنفلوانزا لأنفلوانزا الخريف فقد بدأت الأنفياسيل وزوكام لأن هناك تغير في الحرارة هناك برد في الليل وحرارة في النهار شديدة أن ينتبه الناس لتغير الملابس بسرعة أو الدخول لمكان رطب أو بارد فهناك غبار وحمرار في العين وأن ينتبه الناس لرياح الخريف فهي تذر أن تغلق النوافذ في الليل فهذا البرد يهلك الناس كذلك أصحاب هذه الأمراض الحساسية والرب أن يتناولوا حمض أوميغا 3 على شكل كابسولات والبروبوليس أكبر نحل وغذاء الملكات حمض أوميغا 3 جيد لجميع الأمراض كذلك البروبوليس أو غذاء الملكات أو الاثنين معا جيد غذاء الملكات جيدة للأطفال المصابين بالحساسية والرب كذلك اللوبان جيد للرب وللكلية ولأمراض القلب الشرعين وهو من الكابحات للسرطان كذلك السمغ العربي جيد للرب جميع الأشياء التي تحتوي على الكورسيتين جيدة للرب والحساسية فأن ينتبه الناس لهذه الأشياء وأن تكون مناعة مرتفعة أن يحرص الناس على أن تكون مناعتهم مرتفعة لكي لا يصابوا بالزكام فالفيروسات تنتظن خفاض المناعة لتصيب الشخص لتصيب الشخص فليحرص الناس على أن تكون مناعتهم مرتفعة ولرفع المناعة أن يتناول الناس البروبوليس وغذاء الملكات مع طبيق المنزل بزيد زيتون وهذه الأشياء التي ذكرنا ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر